جدا 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 والأمر بدأ يخرج من نطاق المنافسة لنطاق يملأه أنا أسف قول غل وقره ودفين بشكل غير طبيعي ومحاولة وقيع ويمكن شوفنا محاولة أحداث الوقيع دي في تونس مبارات الآله والترجي وبدأت خطابات مزورة تطلع وحاجات مزيفة وشحن جميل فكمان بقت فكرة الأكاونتات المزيفة وفكرة أن أنا أهلاوي فأدخل على بجات الهلال أو جميله نفسه وأبدأ أعمل شحن معنوي أعتقد أعلمين كتير فطنوا للصورة دي كان منهم الزميل هاني هتحوط نسمع تعقيبه ونرجع نتكلم تاني هنا مش عايز خالص أن يطلع نلاقي صفحات بقى مصرية غير أهلوية بتكلم بشكل صريح صفحات الزمالك أو صفحات جماهيرية زمالكوية تدخل في القصة وتبدأ هي كمان تلعب على نفس الوتر للأسف ده بيهيج الجمهور اللي ممكن أنه يتأثر في ناس ممكن غزبا عنها أنها تسخن مع الكلام ده فتلاقيهم ما راحوا ردين بالكلمة دي ناس تنشر البوست ده ناس تبدأ تشير ناس تبدأ تتكلم ناس تبدأ ترد حاجات دي ما ينفعش أبدا وما ينفعش أبدا أن هي كمان تبقى من طرف مصري ضد طرف مصري مع طرف سوداني أو طرف سوداني يدخل يهاجم ويعمل هاشتاج وهكذا الأمور دي لازم لها وقفة حقيقية وصريحة من الكل الصفحات الجماهيرية لو بتكلم على الحالة دي بس فدلوقتي صفحات زمالكوية لكن في كل الحالات في الفترات اللي فاتت الموضوع بيزداد وبيزيد سوءا وبيزيد قبحا في التعامل في فكرة أنهم بيبدعوا آه بسميها بيبدعوا في اختراع أساليب خبيثة وسلبية وسيئة ما بتعبرش أبدا ولا عن الشباب المصري ولا عن الجمهور المصري وكمان بتاخدنا إحنا في مكان خطأ وخطير جدا على مستوى كرة القدم منفعش أبدا أنه ده يكون السلوك الجماهيري الجمهور في العادي العموم بيفهم جدا لكن الفئة بتاعت السوشيال ميديا اللي مشي في السكة دي دي بتضمر شكل الرياضة وشكل الكرة ومش هتخدم أبدا ولا نديك ولا هتضر المنافس قد ما هي هتضرك أنت وهتضر الرياضة بشكل عام مؤكد هتضر الرياضة بشكل عام وهتضر كمان التعامل كمواطنين مع بعض الموضوع بقى صعب جدا أنا مش عارف أنت إزاي تتمنى أزأ أو تساهم في أن ممكن شقيق ليك أو منافس ليك يتئذي يعني أنا أتفهم جدا فكرة أنت تضرب خطاب عن تحكيم تقول أن الحكم ده بيجامل أو الحكم ده مش بيجامل أو النقطة دي انت ختاة أو البطولة دي انت لا تستحقها كلام في نطاق الرياضة حتى لو هو في بعض الكلمات الغير مقبولة ولكن في نطاق التنافس الرياضي لكن فكرة اللي بيحصل ده وأن ناس تبدأ تقول عايزين نعمل أكاونتات أهلوية وندخل على صفحات الهلال ونزيف ولما النادي الأهلي يتم بقى تصدير السكرينات لجهات رسمية وجهات مسؤولة يبدأ التراجع وأصلا أنا أخوي أهلاوي ومش أخوي أهلاوي وبابا أهلاوي والكلام ده كله طبما أنت خلاص البست الأولاني خلاص انتشر بشكل كبير جدا وسخى الناس كتير جدا وممكن الناس عندها 16 و17 سنة مش مدركة أبعاد مسؤوليتها تجاه حتى زملائها في الوطن فبنوصل لمرحلة صعبة جدا أعتقد موقف محترم جدا للأستاذ هاني حتحوت اللي اتكلم فيه بمنطقة الوضوح ووجه الدفة ناحية البدجات أو الصفحات الزمالكوية اللي كان لها تعاملات سابقة قبل كده وانتشر في اليوم السابع وبعض المواقع أنها بتهدد الأمن العام ويمكن كان لها تحقيقات سابقة فنتمنى ونرجو من الجميع احنا مش حابين حد يتأذي ولا حابين نأذي حد احنا يا جماعة بنتنافس على قورة على قورة خلوا النطاق في القورة مستحيل أبدا نقرر شحن معنوي يوصلنا لما بنحيي ذكراه التمنى دلوقتي نرجوكم نرجوكم توقفوا عن مثل هذه الاختراعات اللي قال زي ما قال زميلنا هاني هتحوت في فكرة أن انتوا توجهوا الناس لمكان خطأ وخطأ كبر جدا حقيقة يا أحمد وفعلا بنحيي زميلنا هاني هتحوت على كلامه وكمان أنه هو يعي جيدا دوره المهني في الفترة دي وفي موقف زي ده وخصوصا بحيي على شجعته لأن الصفحات اللي هو كان بيتكلم عنها كلنا عارفينها وهي لا تمتلك أي شكل من أشكال الضوابط لا تعترف بأي نوع من أنواع المبادئ أو الأدبيات أو الاحترام للآخر وكان ممكن يتعرض لتطاول وهو أكيد عارف أنه هو ممكن يدفع ضريب الده ولكن تحدث عشان ما يقعش في خطأ إعلامي وقع في أسدزة كتير قبل كده يحسبوا نفسهم أسدزة في أحداث مدرمان سابقا ولكن المرة دي كان الإعلام حتى الغير منتمي للنادي الأهلي يعي جيدا الدرس باستثناء بعض الصفحات اللي هي من وسائل التواصل أيضا شكل من أشكال الإعلام زي صفحة في الجول اللي وقعت في خطأ احنا بنرى أنه كان كبير جدا لما نشرت أحد البستات عن صفحة مزعوم أنها تتبع نادي الهلال واتقال فيها جماهير الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكان فيه تحت مكتوب في الصورة نادي الأهلي وأحد الكلمات قد تبس التعصب الفكرة هنا اللي عايزين نتكلم فيها عشان نقف عند ظاهرة مهمة جدا وهي أن كتير جدا من الإخوة والأشقاء في السودان كانت تعليقاتهم في البست ده مزهلة لما بدأت يحصل بعض التراشق نتيجة بست زي ده لأن الصفحة الخاصة بفي الجول متابعة فبالتالي بدأ يدخل جمهور بدأ يدخل جمهور من هنا وأنت أنا مش فاهم كجانب مصري إيه الحكمة من أن أنت ترشر ده بعد الاشتباج ده دخلت الأصوات العاقلة تتحدث عن أن لن نسمح بتكرار أي أزمات سابقة وأنا بقول إحنا لما قرينا في التاريخ عرفنا أن الكلية الحربية المصرية بعد نكسة سبعة وستين خرجت من الخرطوم وفتحت أبوابها من الخرطوم في السودان عشان تخرج دفعات للمصريين وعشان تكون بداية لحرب تلاتة وسبعين حرب العبور لازم نعرف كويس أوي أن الأمة العربية تجاوزت فكرة المشاحنات لأسباب من النوعية دي يا جماعة أصبحنا لازم نبص الأمور بشكل مختلف كلنا علينا دور من حقنا نتحمس لفرقنا من حقنا نتمنى أن هي تكسب ولكن أي إطار غير رياضي يهدد سلامة علاقات الشعوب لازم نفهم أن الإعلام اللي بيتحدث من نافذة بطراء منها الملايين سواء على السوشيال ميديا أو هنا في القنوات عليه مسئولية وعليه دور لازم يحاسب ضميره فيه كويس جدا الخطورة يا فارس ما بيلعبه في النطاق الرياضي وهو نطاق أصلا فيه شحن معناه وجماهير وفيه ممكن بعض الحماس فاللهب في المنطقة دي تحديدا خطير وأعتقد مش هنخسر علاقات وطيدة وقبل الظهر عشان مباراة قورة وتحديدا في الجول لما نشر الصفحة دي كان نشرها هو يعي جيدا أنها مش بقي الصفحة الرسمية لفريق الهلال ويمكن هو أجرى قبل كده اتصال مع رئيس نادي الهلال وقال أن بعض الصفحات حتى لو كانت موثقة من قبل الفيسبوك فهي صفحات غير رسمية لنادي الهلال فكان خطأ مهني كبير جدا أن أنت تنشر فيديو زي ده خاصة أن الفيديو ده زي ما قال زميلي فارس أنه شحن جماهير ضد بعضها يمكن كمان اتقال في بيان الهلال رسمي لا زاجين فيه حمارة صدقي جاء من خلال هروب حمارة صدقي لأمصر يبدو مرتبا ده كلام رئيس النادي فلما تقال له ما سبب ذلك أجاب رئيس الهلال هناك بعض الصفحات على فيسبوك لا تمثلنا على الرغم من توصيك إحدى تلك الصفحات ولكنها ليست تابعة لنا ده حوار أجراء موقع في الجول مع رئيس نادي الهلال ووصلوا من الحوار ده أن في بعض الصفحات لا تمثلنا وبيتنصل منها رئيس نادي الهلال حتى وهي موثقة لدى الفيسبوك فكان من الصعب جدا أن في الجول يقع في الخطأ ده ويعرض فيديو بيثير التعصب في وقت فيه مشحنات صعبة جدا جدا لو احنا محتاجين نعرض فيديوهات كنا المفروض نعرض الفيديوهات اللي تقرب وجهات النظر واللي تهدي الأجواء واللي تخلي المباراة في نطاق رياضي فقط لغير والمنافسة داخل الملعب فقط لغير 11 ضد 11 من حق الجماهير في المدرج تشجع بمنتال حماس زي ما من حقنا لما ييجي فريق العيبنا هنا نشجعه بمنتال حماس لكننا عملنا نادي الهلال في الزيارة السابقة وفي مورات الزهاب معاملة أشقاء وإن شاء الله نادي الهلال حتى الآن بيتعامل معاملة أشقاء ونرجو من جماهير الهلال السوداني شجع فريقيتك زي ما انت عايز لكن اوعى تنسى ان احنا في النهاية اخوة ومستحيل مستحيل مباراة قرة قدم تفرق بنا اعتقد لازم نتعلم من دروس الماضي وتحديدا دروس أم درمان عشان نكمل في الطريق ونديما الرياضة في كل المجتمعات هي تجميع للشعوب مش تشتيت للشعوب ما ينفعش أبدا يشتتنا أو يفرقنا مباراة قرة قدم